المؤسسات الأمنية والعسكرية في العراق تحولت من منظومات لحماية البلد والمواطن إلى شبكات منظمة للفساد والابتزاز والممارسات المخلة مستخدمة السلطة والنفوذ والمال العام في مؤشر خطير على ما وصلت إليه الأحزاب الحاكمة وأجهزتها الأمنية من فساد بلغ ذروته في ظل حكومات الاحتلال الأمريكي الإيراني مسلسل فساد المؤسسة الأمنية والعسكرية بدأ منذ الاحتلال الأمريكي للعراق في 2003 وحل الجيش والشرطة واستبدالهما بمؤسسات ينخرها الفساد من أول لحظة التأسيس ثم دمج الميليشيات الموالية لإيران بها تبع ذلك صفقات الأسلحة الوهمية والفاسدة وفضيحة صفقة أجهزة كشف المتفجرات التي كلفت العراق 85 مليون دولار فيما ذكرت مصدر برلمانية أن الحكومة أنفقت على شراء السلاح أكثر من 150 مليار دولار ناهيك عن ظاهرة الجنود الفضائيين ويقصد بهم الموظفون المسجلون على الورق دون أن يكون لهم موجود حقيقي في الواقع حيث يقدر عددهم في القوات الأمنية بنحو خمسين ألف شخص بحسب رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي وتنطبق هذه العينة من ملفات الفساد على جميع مؤسسات الداخلية والدفاع التي تمارس أنواع الفساد والظلم في سجونها المليئة بالأبرياء وتعرضهم للانتهاكات والابتزاز ولم يقم القضاء العراقي بمحاسبة أي شخص في جميع هذه الملفات الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة الحالي اللواء يحيا رسول كشفا عن تورط أربعين ضابطا كبيرا في وزارتي الدفاع والداخلية وفي مقدمتهم الفريق الركن سعد العلاق واللواء سعد معن يديرون شبكة كبيرة للفساد والابتزاز والممارسات غير الأخلاقية فيما تحفظ على كثير من تفاصيل الفضيحة المدوية الشبكة التي يديرها هؤلاء الضباط تعمل من داخل وزاراتهم من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وبصفحات وأسماء مستعارة للابتزاز والمساومة بينما رجح مراقبون أن كشف هذه الشبكة جاء نتيجة خلافات بين الشركاء في الشبكة وليس نتاج مكافحة الفساد كما تحاول أن تروج لذلك الحكومة الحالية في حين تتعقب المؤسسة الأمنية الفاسدة صناع المحتوى لتكميم الأصوات المنتقدة لفساد المنظومة الحاكمة من خلال قوانين فضفاضة وفقاً للمرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان يمثل الفساد في المؤسسة الأمنية والعسكرية انعكاساً لحالة الفساد العامة في العراق ويظهر ذلك جلياً من حصول قطاع الأمن على تقييم منخفض جداً في مؤشر الشفافية العالمية بحصوله على تسع نقاط فقط من مئة نقطة ما يجعل البلد مستباحاً أمام المخاطر الأمنية الداخلية والخارجية